نسع الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بيات توقعات الفلكية والأبراج واليوم أكيد مش ناسية موضوع المشتري بالجوزاء وتأثيره على الأبراج ولكن بما أنه اليوم الزهرة بالميزان آخر يوم وجود الزهرة بالميزان مكرا رح تنتقل عند العقرب فخلينا نشوف التأثيرات لمدة أسبوع الأخير من شهر أيلول تأثيرات وجود الزهرة في العقرب كمان الأسبوع الجاي إن شاء الله رح نحكي للتوقعات الفلكية لشهر عاشرة أكتوبر وكمان الأيام الجاي اللي عنده أسئلة بكل أنواعها سواء كان عن التوقعات الفلكية أو عن البرج الصاعد أو الاسم وتحليله من خلال الأرقاب والحروف ابعثوا لي أسئلتكم إذن نبدأ سريعا بالحمل والأسبوع الأخير فترة جيدة لإيجاد حلول مالية بكل متعلقاتها يعني خاصة إذا كانت الأمور المالية هي مرتبطة بالشريك يعني شراكة عاطفية ومالية موجودة بنفس الوقت أو إذا كان موجود وضع مالي ومتعلقات مالية إلها علاقة بالشريك مثل ورث أو بيع أو شراء عقار بكل أنواع الأمور المالية رح يكون في إيجاد حلول مناسبة وبالوقت المناسب ورح تكون إيجابية لإنهاء وضع مالي معقد أو وضع مالي كان صعب بالسابق رح يكون بإمكانك إيجاد الحلول على كل المستويات التقريب بوجهات النظر وأيضا إذا كان في أي تراجع عاطفي عند بعض العلاقات رح تكون بإمكانك أنك تنهي هذا التراجع والمطبات الموجودة بالحياة العاطفية أما بالنسبة لبرج الثور فانتقال الزهرة للعقرب رح تزداد العاطفة والرومانسية عند برج العقرب وتعمل على إحلال التوازن العاطفي من خلال الاستماع أكثر من التكلم وإعطاء المزيد من الوقت للعائلة والشريك تعزيز العلاقات بكل أنواعها ولكن تعزيز العلاقة العاطفية بشكل أكبر ورح يكون واضح وأيضا حل المشاكل إذا كانت موجودة مع أحد الأولاد أو أحد الأخوة تعتبر فترة ممتازة جدا فاستغلها بشكل صحيح برج الجوزاء الأسبوع الأخير الزهرة بالعقرب تزداد فيها المسؤوليات والمتابعات أيضا خاصة إذا كان في متابعات صحية سواء كان لألك أو لأحد كبار السن من العائلة لأحد أفراد العائلة بشكل عام رح تأخذ منك الكثير من الوقت والجهد وأيضا بعض الأموال رح تكون قادر على تجاوز هذه الفترة وما رح تشوف أي تراجع إذا عرفت كيف تنظم الوقت وتوازن تعمل موازنة بحياتك مع بين المهنة والمال ومتابعة مثل هذه الأمور السرطان فترة عاطفية وممكن رح تكون العائلة هي المنفذ الرئيسي لألك ومرجعك دائما للعائلة بمثل هذا الوقت تشعر بالأمان وتشعر بالسعادة مع العائلة والشريك فترة جيدة للمصالحة وإنهاء بعض المطبات والتراجع والسلبيات بالتحاور ووضع النقاط على الحروف رح تكون مستمع جيد ورح يكون بإمكانك أنك تطرح وضع عاطفي معين بشكل صح لحتى تلقى الدعم والاستماع الأسد الأسبوع الأخير مكملة للفترة الأولى ولكن بدك تنتبه لسوء الفهم يعني حاول إذا تكون واضح بكلامك وبالجمل اللي بتطرحها اختار الكلمات المناسبة بتكوين جملة معينة حاول أنه ما تحكي أنصاف الأمور بهذا الأسبوع إذا كان عليك التزام ووعود بدك توفي فيها خاصة للعائلة والشريك التعامل مع الآخرين رح يكون غالبا بود وحب ورومانسية أكثر مما أنه يكون بعصبية وتوتر الدبلوماسية عنوان هذه الفترة على كل المستويات فتعامل بذكاء مع المعطيات الجديدة العذراء الأسبوع الأخير فترة مكملة للفترة الأولى ولكن رح تعمل على تعزيز العلاقات بكل أنواعها ولكن العلاقات العاطفية رح تكون أكثر فيها تعزيز للعلاقات فترة جيدة للنقاش والحوار مع الشريك لإنهاء سلبيات العلاقة أما بالنسبة للميزان فالأسبوع الأخير فترة مكملة للفترة الأولى ولكن فيها شروط بدك تعمل موازنة ما بين حياتك العملية المهنية المالية مع الوضع العاطفي يعني تخصص وقت أكبر وإذا كان في شراكة من نوع معين لها ربط بالأموال بدك تكون أكثر إيجابي وأكثر نقاش وأكثر استماع يعني ناقش ولكن يكون مستمع أكثر بهذه الحالة وحكينا قبل شوي كيف تكون في وضع مالي معين مع الشريك أنه يكون في ورث للطرفين أو يكون لاثنين مشتركين بعمل يدر بعض الأموال للطرفين بهذه الحالة بدك تكون مستمع أكثر من متكلم كمان هي فترة ممتازة جداً لإحلال السلام العاطفي للعلاقات العاطفية سوى أن كان للمرتبطين أو غير المرتبطين اللي من خلال العلاقات الجديدة أو السفر رح يكون له القدرة على اختيار الشريك المناسب واتخاذ القرار بالارتباط أما بالنسبة للعقرب فالزهرة في بيتك رح تكون الأسبوع الأخير وهذا رح تشوف أنه بشكل واضح تتغير المعطيات بشكل إيجابي وتتلاشى سلبيات الفترة الأولى ورح يكون فيه طاقة إيجابية عالية المستوى فتعمل على تعديل وتصويب الأمور بشكل واضح وبشكل إيجابي الفترة الأفضل لتعزيز العلاقات بكل أنواعها ولكن نخص بالعلاقات العاطفية اللي هي تكون فيها شوية تراجع فيها شوية مطبات رح يكون بإمكانك أنك تلاقي الحلول المناسبة بشكل إيجابي رح تكون عندك دعم كثير كبير للعائلة والشريك خاصة إذا كان بالعائلة في بعض المطبات رح تكون أنت طرف ولكن رح تكون إيجابي بحل المواضيع تقريب وجهات النظر حل المسائل بشكل دبلوماسي بدون أن توصل إلى القانون عم بيطلبوا الجوزاء حكينا ببداية بالبداية كانت جوزاء رح أعيد لكم يا مرة ثانية الجوزاء الجوزاء الأسبوع الأخير رح يكون بإمكانك أنك تلاقي الحلول المناسبة بالوقت المناسب تختفي المطبات تدريجيا حتى لو كانت غير محسوسة ولكن رح تكون من مصلحتك تعمل على المصالحة ويعادة السلام إلى حياتك خاصة إذا كانت في علاقات متراجعة رح يكون بإمكانك إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء تعقيدات الفترة الأولى وتتلاش تدريجيا رح يكون عندك القدرة على الانطلاق للتعويض للفترة الأولى نرجع مرة ثانية للقوس نحكي للعذراء العذراء لأ حكينا عذراء وحكينا أيضا ميزان وحكينا أيضا العقرب وصلنا عند القوس القوس الأسبوع الأخير رح تظهر بعض المعطيات تخليك تفكر بمسيرة حياتك وتخليك تعيد النظر بطريقة تعاملك مع الآخرين وطريقة تعامل الآخرين معك إذن هاي الفترة هي فترة مصارحة ومصالحة إذا عرفت كيف تختار الجمل المناسبة رح يكون عندنا في مصالحة كبيرة مع بعض الأطراف اللي هي مهمة بحياتك قد تكون عاطفية أو بالمهنة رح يكون في شريك مهني أو الشريك العاطفي فهاي الفترة رح تكون فيها أمور كثير كبيرة وتغيير كثير كبير بحياة برج القوس خاصة اللي على المستوى العاطفي في علاقات تحت الضوء أو علاقات غير متكافئة بهاي الفترة رح نشوف في حلول مناسبة للشغلتين هذول وأما إنهاءها أو الإعلان عنها أو إنهاء العلاقات الغير متناسبة شكرا لمتابعتكم إن شاء الله بكرة أرد على أسئلتكم وأحكي للأبراج اللي ما حكينا لها يسأل صباحكم